بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فوزارة الدخلية هتبدأ استلام الكراسات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي والحد 11 سبتمبر اللي جاي وبيتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم وأيضاً الشهادة الثانوية الأزهرية علمي بشرط إن النسبة النجاح في اللغة الإنجليزية لا تقل عن 65% ومدة الدراسة في المعاهد سنتين وبيحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث وبيترقى بعدها في الدرجات المختلفة